بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث بالحق رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه الطيبين الطاهرين فعلا قبل الحديث وقبل البدء هذا المشهد يبشر بأن الأمة ما زالت بخير إن شاء الله setelah beliau menyampaikan salam beliau memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan menyampaikan salam salawat dan salam kepada baginta kita Nabi Agung Muhammad SAW dan sebelum kita ke pokok pembicaraan beliau berharap semoga umat Islam senantiasa dalam keadaan yang baik Amin جيل المستقبل وأنتم سيكون لكم الدور الأكبر إن شاء الله في إعادة الدين لمكانه الصحيح لأن اليوم للأسف بعض الفرق أخذت الإسلام إلى صورة مشوهة فكفرت وقتلت وفسدت وأفسدت وبدأ القارئ الطيب من أول سورة الأنفال قول الله تعالى يسألك الناس أو يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم هذه الأيات نزلت في سبب نزول نبدأ نكمل شكرا للمشاهدة أحد خضر خبر أين يسألك que أخذ التخیز أنًا فقط أخيراً ما تقصر الخبر من شراء الأنفال أبغني أخیر onto كل شيء إن أنcular قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولُ يعني قبل السؤال عن الْأَنْفَالُ وَهِيَ الْغَنَائِمُ الله يقول لهم قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَسُولُ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَوَّلًا وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menyampaikan surat anfal ini bahwasannya Allah memberikan perintah kepada orang-orang mu'min untuk senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya يعني الْأَنْفَالِ هي حُبِّ الدُّنْيَا الْغَنَائِمُ هي سبب حُبِّ الدُّنْيَا وَسَبَبِ الْهَزِيمَةِ في أُحُد هُزِمَ الْمُسْلِمُونَ وَكَانَ مَعَهُمْ أَشْرَفَ النَّاسِ هُزِمَوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُزِمُوا في أُحُد لِأَنَّهُمْ خَالَفُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَحَبُّ الْدُنْيَا وَتَرَكُوا مَوَاقِعَهُمْ وَتَعَلَّقَتْ قُلُوبُهُمْ بِهَذِهِ الْأُمُورِ Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Al-Anfal dalam surat tersebut Al-Anfal yaitu ada harta rampasan perang atau kekayaan yang diperoleh dari hasil perang yang mana umat Islam disebabkan oleh Al-Anfal, oleh harta rampasan ini menyebabkan kekalahan dalam perang Uhud karena umat Islam tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW sehingga dalam perang Uhud umat Islam dikalahkan oleh kafir Quraish ماذا يقولون عندما نقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه يقول اللهم صلى الله عليه لأنه لا تستati واضح kalian ketika mendengarkan صلى الله عليه وسلم ucapkan اللهم صلى الله عليه نعم فالله عز وجل قال لهم إن كنتم مؤمنين إن أداة شرط الذي يدرس اللغة العربية يعرف إن كنتم مؤمنين ثم أخبرهم صفات المؤمنين وكل منا يفحص نفسه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا الله عز وجل حدد لنا من هم المؤمنون حقا وصفاتهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم جدا 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 dalam ayat itu bahwasannya إِنْكُنْ تُمُؤْمِنِينَ jikalau kalian mengaku sebagai orang-orang mu'min Allah SWT menjelaskan apa itu sifat-sifat orang mu'min di dalam ayat yang tadi dibacakan bahwasannya orang mu'min itu yang apabila disebutkan nama Allah maka hatinya akan lembut akan takut kepada Allah SWT dan ketika dibacakan ayat Allah SWT keimanan orang yang beriman itu akan senantiasa bertambah dan mereka juga memiliki sifat senantiasa bertawakal kepada Allah SWT ada tiga sifat dalam ayat ini sehingga mereka itu disebutkan sebagai أُلَيْكَ هُمُلْ مُؤْمِنُونَ حَقَّ yaitu orang-orang yang benar-benar sebagai orang yang beriman فالقضية قضية إيمان حقيقي إيمان يثمر كما قال الإيمان مالك وكان يتعلق ومكان الإيمان القلب كان يمسك بحلقة الكعبة ويقول يا أهل القرآن ما زرع القرآن في قلوبكم إيمان itu bisa memberikan kekuatan kepada orang untuk beramal sehingga dalam ayat القرآن orang yang benar-benar beriman selalu diiringi dengan اللذين آمانوا وعملوا صليحات orang-orang yang beriman dan beramal soleh sehingga ketika kita melihat sosok iblis iblis itu beriman kepada Allah tapi tidak mengamalkan apa keimanannya sehingga iblis menentang apa yang diperintahkan Allah dan tidak mengamalkan sehingga iblis oleh Allah lemparkan ke alam dunia dan beliau menjelaskan tentang kalamnya Imam Malik yang menjelaskan ketika di dekat Kaabah bertanya kepada orang-orang mu'min wahai orang-orang mu'min apa yang telah kalian rasakan dengan ayat القرآن وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيها ولم أدر ما حسابيها يا ليتها كانت القاضيها ما أغنى عني ماليها هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهَ بَيْسُرَةَ هَذِي ada yang tahu surat apa yang beliau tadi beritakan ada yang bisa menjawab surat apa surat Al-Haqqah Allah ذكر أصحاب اليمين مهم في آخر الآيات إنه كان لا يؤمن بالله العظيم كان يؤمن بالله ولكنه لا يؤمن بالله يَنِ الْيَوْمِ كَثِيرُ مِنَّا يَسْتَحِي مِنَا الْنَاسِ وَلَا يَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ dalam menjelaskan orang-orang yang beriman ini Allah juga menyebutkan di dalam ayat lain tentang أصحاب اليمين dan juga أصحاب الشمال yang tadi telah dibacakan dalam surat Al-Haqqah jadi di antara sifat orang yang beriman itu merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti malu itu dia malu kepada manusia saja tapi justru yang lebih baik dia itu malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam keadaan bersendiri ataupun dalam keadaan terang-terangan لذلك علينا أن نعظم الله في قلوبنا عندما يصبح الله عظيما في قلوبنا تهون الدنيا كلها لا نعمل حسابا إلا لله ولا نخشى إلا الله وإذا خلونا بمكان نعلم نعلم علما يقينا بأن الله مطلع علينا الذي لا تأخذه سينة ولا نوم grants karena itu kita seharusnya mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sanubari kita di dalam hati kita yaitu dengan medan apa yaitu dengan merasa takut di dalam keadaan apapun baik dalam keadaan kita sepi sendiri ataupun di dalam keadaan bersama orang lain dalam keadaan terang-menerang Sehingga kita disini harus benar-benar merasa takut kepada Allah Supaya dibeli predikat orang yang beriman Fyحمil kelama Allah Tuhan ويعمل به يعمل بما قرأ ويعمل بما فهم ويعمل بما سمع وورد أن سيدنا سليمان عليه السلام لما أرسل الهدهد لملكة سبأ قال يا هدهد أرسل معك سربا من الطير يحرسك فقال الهدهد كيف أخاف يا نبي الله وأنا أحمل معي بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا حملنا القرآن حق حمله نبي الله الرحمن الرحيم سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام ketika beliau berbicara kepada burung hud-hud ya burung hud-hud karena Nabi Sulaiman punya muajizat bisa berbicara dengan hewan berbicara kepada burung hud-hud mengatakan apakah saya perlu mengirim kepadamu burung hud-hud segera